احتدمت الازمة العراقية التركية على خلفية دخول قوات تركية الى الاراضي العراقية وفي الوقت الذي دعت المرجعية العليا الحكومة الى حماية سيادة الاراضي العراقية اعلنت الحكومة العراقية انها ستصعد الامر الى مجلس الامن الدولي في وقت اعتبرت الامم المتحدة هذا الاجراء خرقا للسيادة العراقية شجبت المرجعية العليا في العراق التدخل العسكري التركي وطالبت باحترام سيادة العراق وتطبيق القوانين الدولية وخلال خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني في كربلاء دعا ممثل المرجعية السيد أحمد الصافي الحكومة العراقية لحماية سيادة العراق وعدم التسامح مع أي طرف يتجاوز عليها الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية سيادة العراق وعدم التسامح مع أي طرف يتجاوز عليها مهما كانت الدواعي والمبررات بدوره طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من وزارة الخارجية تقديم شكوى رسمية في مجلس الأمن ضد التوغل التركي باعتباره انتهاكا صارخا لأحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وخرقا لحرمة الأراضي العراقية من جاتي اعتبرت الأمم المتحدة التوغل التركي في العراق خرقا للسيادة مؤكدة أنها ستبذل كل الجهود في إطار دعم وحدة وسيادة العراق ومنع أي انتهاك خارجي لأراضيه وأكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يانكوبيتش أن الأمم المتحدة ستبذل كل الجهود في إطار دعم وحدة وسيادة العراق ومنع أي انتهاك خارجي لأراضيه من جاتي أكد وزير الخارجي العراقي إبراهيم الجعفري حق العراق باللجوء لمجلس الأمن الدولية والمطالبة بانسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية يأتي هذا في حين أكد رئيس التركي رجب طيب أردغان أن بلاده لن تصحب قواتها من معسكر بعشيقة قرب مدينة الموصل